دقي واحد واربعون شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة تحطم طائرة شحن يقودها طاقم روسي في جنوب السودان وفق ما أعلنه متحدث رسمي وأكد المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان أتينيويك نجات ثلاثة أشخاص من من كانوا على متن طائرة من بينهم طفل وأحد أفراد طاقم الطائرة الروس وفدت تقارير صحفية أن طائرة تحطمت بعيد إقلاعها من جزيرة صغيرة في النيل الأبيض على بعد نحو 800 متر فقط من مدرج مطار جباب